وهكذا حسم الأمر كان محمود كثير التنقل من المدينة إلى القرية للاطمئنان على مصير الضيعة التي تركها له والده بعد وفاته كان يحب خدمة الأرض فقد سبق أن علمه والده رحمه الله أسرار الصنعة فتنقل في دروبها وتعلم فنونها الحديثة تراه أحيانا ينحني فيأخذ من التراب حفنة يقلبها مليا بعينيه ثم يقربها من أنفه فيتشممها ويردد بصوت مسموع ما أطيب رائحتك وما أسعدني بك كان يحدث زوجته سلوى عن شغفه المتزايد بالفلاحة وعن رغبته الملحة في الاستقرار في الضيعة حتى يخدمها ليلا نهارا وقد اختلف معها عدة مرات بخصوص هذه الرغبة رأيه أن تنتقل العائلة بالسكنة إلى القرية أما سلوى فإنها لم تبدي تحمسا في بداية الأمر لكنها قبلت أن تعيشت تجربة فإما الاستقرار نهائيا بالقرية إن كان في ذلك نفع ومتعة وإما العودة إلى المدينة وهكذا حسم الأمر وانتقلت العائلة إلى القرية واستقرت بالضيعة فرأت الزوجة سلوى أن تنزل إلى ميدان الجد والعطاء تساعد زوجها محمودا وتروي الأرض عرقا ولم تكتفي بذلك بل شجعته على بعث مشروع الري قطرة قطرة الذي أثبت جدواه في كثير من الأسقاع فنم الإنتاج وتحسنت جودته ولقي إقبالا لا نظير له أولا لماذا كان محمود كثير التنقل بين المدينة والقرية؟ الإجابة كان محمود يتنقل بين المدينة والقرية للاطمئنان على مصير الزيعة التي تركها له والده بعد وفاته ثانيا هل كان محمود عليم بأسرار الزيعة؟ أستدل على ذلك بقرينة من النص الإجابة نعم كان محمود عليم بأسرار الزيعة القرينة كان يحب خدمة الأرض فقد سبق أن علمه والده رحمه الله أسرار الصنعة فتنقل في دروبها وتعلم فنونها الحديثة ثالثا كان محمود كثير لاختلاف مع زوجته ما السبب؟ الإجابة سبب الاختلاف المتواصل الذي نشب بين محمود وزوجته هو رغبته الملحة في الاستقرار في الزيعة حتى يخدمها ليلا نهرا أذكر كيف تم تجاوز هذا الخلاف وما هو الحل الذي اهتدي إليه في نهاية المطاف الإجابة تم تجاوز هذا الخلاف بموافقة الزوجة على تنفيذ رغبة زوجها لكن بشرط أن يعود للعيش في المدينة ما إن لم تعجبهما حياة الزيعة والتأقلم مع أجوائها رابعا هل نجح محمود في العناية بأرضه وتأقلم عائلته العيش في الزيعة؟ أم أنه عاد ليستقر في المدينة؟ أستخرج ما يدل على ذلك الإجابة بالفعل تمكن محمود من العناية بأرضه وتأقلمه وعائلته في الاستقرار النهائي في الزيعة وهكذا حسم الأمر وانتقلت العائلة إلى القرية واستقرت بالزيعة فرأت الزوجة سلوى أن تنزل إلى ميدان الجد والعطاء تساعد زوجها محمودا وتروي الأرض عرقا ولم تكتفي بذلك بل شجعته على بعث مشروع الري قطرة قطرة الذي أثبت جدواه في كثير من الأسقاع فنم الإنتاج وتحسنت جودته ولقي إقبالا لا نظير له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر